اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خدمة الجزيرة موبايل كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة بين النور والظلام تكمن الحقيقة اشتركوا في القناة 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 والله العمال دول احنا اتفاجئنا اشتركوا في القناة 10 جنيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سويس أحمد عبدالعزيز نائب رئيس النقاب المستقلة عن ورس جيس سويس النهاردة إحنا وقفين وقفة احتجاجية مبدئية لأن إحنا ما بنحبش نعطى العمل لكن إحنا جايين نعبر عن رأينا لأن ورس جيس السويس تعتبر هي العصب الرئيسي في هيئة النقل العام والبديل لشركة النصر صناعة السيارات شركة النصر دلوقتي بقى لها كم سنة طلبة والمطالب بتاعتنا ملخزة في طالب الطلبات الطلبة الطلبة اعتبر طلبات مشروعة واتكلمنا فيها الإدارة أكتر من مرة واثنين وثلاثة والحقوق دي أصلا موجودة وفي الشؤون الإدارية مقبولة للجلم ده كله هل تم التفاوض مع هيئة النقل العام على المطالب المتعلقة اللي انتوا رفعينها لثلاث مطالب دول ولا انتوا ده أول تعبير عن مطالبك احنا بقى أننا أربع شهور في المطالب دي من طالب المطالب دي وما حد يشي استجاب لنا بعض الأمور قطعة الغير فورة جيس السويس مش موجودة احنا دلوقتي مع الشعب المجدد الشعب احنا عايزون نقول دلوقتي للمواطن ان هيئة النقل العام تعتبر هي الأمن العام في مصر لان هيئة النقل العام لو استكرت في مصر تعتبر استكرر الأمن العام يعني معلش غير سألك هو مين اللي انتوا تفاوتوا معاه من هيئة النقل العام لعرض هذه المطالب أو التفاوض عليها حضرتك احنا عادنا مع البشمهندسة رئيسة الهيئة في أكتر من مرة وعادنا مع السيد اللي هو هشام أكتر من مرة برضو في لقاءات وقعدنا مع جميع المسؤولين حضرتك احنا بيخصم مننا للمرتب بالمخالف القانون العمل قانون العمل بيخصمه على حسب القانون القديم وقلنا ان الساعات الفعلية دي قانون العمل الجديد 140 ساعة فحضرتك بتخصم مني للساعات الفعلية اكتر من اصلا من قانون العمل موجود عادنا معهم اكتر من مرة من اربع شهور تاني حاجة فيها حضرتك دلوقتي عمال الهندسة فورش جسر السويس بتخصم منهم 10% من انتاجهم بيروح لاماكن تانية هو مين بالزبط اللي مشاركين في الوقفة هل عمال هيئة النقل العام بكمل طواقفهم ولا طواقف معينة منها حضرتك النهاردة اغلب عمال الهيئة ممثلين في الطواقف اللي موجودة قدام حضرتك احنا ما عطلناش عمل ما وقفناش شغل عشان الناس اللي في الشارع وعشان البلد وعشان حركة الانتاج احنا وقفين في وقفة احتجاجية لكن التصعيد بعد كده الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي ممكن يتم لان ما فيه استجابة من الادارة فاكتر من مرة عادنا معاهم احنا بنتطار للموضوع الوقفات والاضربات يعني حضرتك كنت عايز تقول لي حاجة انا مش جاي هنا عشان زيادة انا جاي هنا عشان الظلم اللي في الهيئة ده لازم ينتهي احنا مش هنمشي من هنا لما الظلم ينتهي قل لي ايه ايه الظلم اللي بكلام جراش القطامية فاية النقل اللعاب من في شهر اتنين حضرتك احنا عملنا شكوى وقدمناها للمهندسة مونة حولتها للنيابة الادارية الشكوى دي حضرتك بقى لها ثلاث شهور بنحقق فيها المهندس ذات بغيانه اكتر من الشكوى قابليها بكتير حضرتك انا المهندس زور لي وعملت له محضر زور لي طلب نقل ان انا مقدم طلب نقل عايز زمشي من الجراش وانا عملت له محضر تزوير احنا طالعين بشكوى تانية للمهندسة مونة بقى لنا اربع شهور بنحقق في شكوى حضرتك المهندس اللي احنا عاملين في الشكوى بقى ظالم اكتر من الاول دير للراجل حوافزه الكوشفات بتاعت التسجيل بتتقطع وبيتمدي الناس وقعدة في بيوتها ناس بيتحطي لها تأخير ممن المسؤول عن الرقابة على هذه الهيئة المهندسة مونة حضرتك المهندسة مونة احنا جنالها اكتر من مرة واثنين واللي وحشان جناله موسى مونة اللي هي رئيسة الهيئة رئيسة الهيئة حضرتك ودينا لها الشكوى قدمتها النيابة الادارية بقى لنا اربع شهور ولا تلات شهور ونص من حقق في شكوى المهندس اللي حي لا لما اوراقه اللي احنا كدبين فيها الشكوى ولحي عامل كل حاجة واحنا في ظلم زي ما احنا والظلم زاد وناس قاعدة في بيوتها بيتمضيلها ناس ما بتشتغلش الناس بيتمضيلها والكوشفات بتاعت التسجيل بتتقطعوا بتتعمل الكوشفات تانية وناس بيتحطيلها عشان تطير حوافزها بتحطيلها تأخرات حضرتك كل ده من مهندس احنا مش عارفين نعمل مع ايه احنا جايبين شكاوي وعملوا محضر ودلوقتي انا اخر يوم ليا في الجراش في القطمية هو عملي طلب نقل حضرتك ان انا اللي مقدم طلب نقل ومزور قمدتي انا اخر يوم ليا النهاردة في الجراش مش عارف انا بكرة هبقى فين انا كده النهاردة اخر يوم ليا حوافزها اطير انا مش همشي من هنا لما المهندسة مونة تجيب لي حقي شكرا هل تفوضت معا سنة سنة هل انت كلمت المهندسة مونة وشرحت كل الكلام كلمتها اه ايه كان ردها قالتلي وموضوعك في النيابة الادارية النيابة الادارية بقى لها ثلاثة شهر ونص بتحقق في شكوى هل هي المدة دي المطلوبة للتحقيق في الشكاوي ولا المدة دي اكتر من المعتقد انا مقدم شكوى في المهندس ان هو بيقعد ناس في بيوتها وبيرتشي وبيعمل وبيسوي لما تقعدي ثلاثة شهر ونص بيحق في شكوى هو هلحق يلمي نفسه حدرتك انا بطلب منها ان في ركابة تيجي الجراش تشوف الجراش الاططمية ماشي ازاي العربيات ماشي ازاي كتعة الغيار ماشي ازاي مش تقالي بكتر من كده شكرا ممكن اسألك انت يعني حد فيكو ييجي شرح لي اكتر طيب اتفضل حضرتك اتفضل من غير شعر بس من غير شعر قل لي يعني بشكل فعلي تماما احنا وافين في وقفة احتجاجية مش واحتملة للشعر فق الدين بتخرب في الهيئة فق الدين بتخرب في الهيئة نيجي نقول لهم مين هي محدش عايز يتكلم طيب انا واحد راجل عندي تسعة وخمسين سنة يجي الدين اوتوبيس جديد ما قدرش اجيب اكتر من متين جنيه يجي الشاب الصغير ملوش عربية ما يشتغلش او يروح يجيب ميت جنيه اصبحت انا الشاب الصغير دعرف يجيب ستمائة جنيه وانا ما عرفش اجيب ستمائة بجيب المتين بس فقرات وسكر وضغط وبلاو سودة ومش قادر يا سيد وبعدين الطريق برا عايز الشاب القوي هل انتو اتكلمتوا مع ادارة الهيئة واتفاوتوا معها كل ما نيجي نخش نكلم احد بيحدفون على بعض يا اما مش فادي يا اما يحدفون على بعض احنا المفروض بيترقيين ملاحظين من واحد واحد كل شوية بعد عشر تيام يا عم علي بعد عشر تيام يا عم علي اتفرج على الشباب مش لايه عربية يشتغل عليها وانا معي عربية مش قادر يشتغل عليها يبقى اللي مع عربية مش قادر يشتغل واللي ما معوش عربية مش قادر يشتغل يبقى فيه ايد بتخرب وانا ما فيش ايد بتخرب كل الادارة دي وبقولها على حلو حسي وعالهوى ما بتتعاونش مع المهندزة ما بتتعاونش معها تخش المكتب بتاعها تلاقي طوابير وكل المكاتب فاضية تروح لده يردك لده انت شايف انه المشكلة مش في المهندزة المشكلة في الإدارة المختلفة كله بيحدفوا على بعض الوحيد اللي شايل الإدارة هي عصر الفساد بتاع نبيل المدني ما حدش لقى عليها حاجة ولا صلاح فرج لقى عليها حاجة السنة محترمة بس المشكلة كل الرفوال ما بتعاونوش معها ما بتعاونوش معها لا ليه ما بتعاونوش معها هي حسد لو احدها تعمل ايه بقول لك فيه دايما تخرب في الهيئة فان هي الإيداد اللي بتخرب في الهيئة يقول لنا عليها يقول لنا عليها يقول لنا عليها دايما تخرب في الهيئة ازاي انا لجي عنده 60 سنة اخوة العربية ما قدرش اشتغل عليها وازاي الصغير مش لايه عربية يشتغل عليها طيب يعني حضرتك انت تفضل مجلس مركز المعلومات في منطقة وسط ادارة التشغيل لحضرتك انا تابعي اتنين فاتح ونصر ازاي حضرتك فيه محاسب هنا في الإدارة بيشتكي ان هو بياخد ديارة 90% من الأساسي بتاعه طيب انا بشتكي انا منطقة التشغيل وباجبلوك فلوس وباخد ديارة 70% تقيل حضرتك بتاخدي ايه؟ ادارة 70% هافز ادارة 70% من مرتبي من أساسية وبتاع الإدارة بيشتكي بياخد 90% لأن الإدارة بتلمي من منطقة التشغيل يعني ما عنيش خينية سألك اذا كنت انتي بتشتغل في الحسابات فأكيد مطلعة على ميزانية الهيئة هل ميزانية الهيئة بتحتمل يعني تنفيذ والاستجابة لهذه المطالب ام انه ده خارج عن إدارتهم التنظيم حررتك التنظيم ضروري الإدارة الحسنة ضروري في أي مجال حتى لو في أسرة لو بأسرة غير منظم أنا أسفل غير منظم مع أسرته عمره ما هينجح هيبجي طفلة على طفلة وهيبجي أمها لأطفاله وهيعمل أي حاجة خطأ الإدارة السليمة علم وفن وليست كلام فاضي الإدارة هي اللي بتوصل للآخر لكن من غير الإدارة احنا في الأرض احنا من الدسع الرجلين لما أنا منطقة التشغيل واخد سبعين وبتاع الإدارة بيشتك انه بياخد تسعين في نقطة تانية أنا بأجي كل عطلة علشان أنا الوحيدة اللي مسكي مركز المعلومات مع زميلي احنا مكتب واحد بس فباقي كل عطلة غير الأيام العادية فطبعا أبا حضر كده أبو سلاقي واحد من الحركة لأنه مسنود جاي يتطول علي في عملي وشتمني وضربني يعني جاي عزي تربني تظل هذه الوقفات الاحتجاجية على اختلاف من يرونها سواء كانت مطالب مشروع لهؤلاء العاملين أو كانت مطالب فئوية كما يسميها البعض إلا أنها تظل عائقا في مواجهة الحكومات المختلفة منذ الثورة وحتى الآن موسيقى 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 اشتركوا في القناة